أفاشين لأجل كل مرض أيها سيد الضابط الكل يا طبيب النفوس والأجساد يا من يضع ويرفع ويؤدب ويشفي أيضا افتقد برحمتك أخانا هذا المريض وامدد ساعدك المملوء برءا وعافية وانهده من سريره واشفيه من مرضه وانتهر عنه روح المرض وأبعد عنه كل سقم وألم مع كل ضربة وحمى وقشع ريرة وان كان فيه خطايا وأثام فاترك واخفر واصفح له لأجل محبتك للبشر نعم يا رب ارثي لجبلتك بيسوع المسيح ربنا الذي أنت مبارك معه ومع روحك الكلي قدسه الصالح والمحي الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين أيها السيد رب الصباوت إلى هنا أبو ربنا يسوع المسيح المستوي على الشيربيم والمسبح من السرافيم الساكن في العلاء والناظر ما هو أسفل يا من يشرق شمسه على الأشرار والأخيار ويمطر على الصدقين والظالمين يا من يضبط ويدبر بقوة وحكمة يمتنع وصفهما كل الخليقة مع كل نسمة يا من يؤدب ثم يشفي اقبلني أنا المتقدم إلى صلاحك ولا ترذلني أنا الخاطئ بل استمع صوت تضرعي يا من يستجيب صلاة الجميع وارسل عونا من مسكنك المقدس واشفق على جبلة يديك واشفي عبدك هذا من المرض المحيق به لأن منك الرحمة والخلاص أيها المسيح إلى هنا ولك نرسل المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين أيها الرب إلهنا يا من شف بكلمته فقط الألام المزمنا والمبرحة يا من أبرأ حماد بطرس من الحما أنت الآن أيها السيد اشفي عبدك من العاه المحيق به يا من يؤدب بشفقة ويشفي بصلاح ويستطيع أن يزيل كل مرض واسترخاء وانهده من سرير الأوجاع وفراش الأضرار واضعا عليها عققير رحمتك وامنحه الصحة والبرأة التام لأنك أنت طبيب نفوسنا وأجسادنا ولك نرسل المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين ترجمة نانسي قنقر